حرف الجيم الأهداف التعليمية التعرف إلى اسم حرف الجيم التعرف إلى صوت حرف الجيم التعرف إلى أشكال حرف الجيم التعرف إلى الطريقة الصحيحة لكتابة حرف الجيم التعرف إلى مقاطع حرف الجيم صوتاً وشكلاً وكتابة التمييز بين مقاطع المد الطويل ومقاطع المد القصير تحليل وتركيب كلمات تحوي حرف الجيم مرحباً أحبائي كيف حالكم؟ أود أن أخبركم شيئاً عن زميلكم جميل زرع جميل شجرة جميلة اسمها شجرة الحروف وهذه الشجرة تحمل لنا في كل يوم حرفاً من حروف اللغة العربية أو ما يدلنا على ذلك الحرف سنذهب اليوم لتلك الشجرة ونرى ماذا تحمل على أوراقها ونتعرف على حرف اليوم يا لها من شجرة جميلة انظروا إلى هذه الورقة عليها صورة جزر وهذه تحمل صورة جمل وهذه الورقة عليها صورة جورب وهذه عليها صورة جرجير وأما هذه فعليها صورة جرس وهذه تحمل صورة جوز وهذه صورة جبن هل عرفتم الحرف؟ جزر جمل جورب جرجير جرس جوز جبن جميعها تبدأ بنفس الحرف وهو حرف الجيم يا له من حرف جميل هيا لنتعرف على حرف الجيم معا هذا هو حرف الجيم اسمه جيم وصوته ج ج وشكله يشبه شكل حرف الحاء هل تذكرونه؟ ولكنه يختلف عن حرف الحاء بوجود نقطة بداخله وللجيم شكلان شكل في أول الكلمة ووسطها مثل جمل جبن نجم شجر وشكل وشكل في آخر الكلمة مثل برج دجاج نسيج ثلج والآن أحبتي لنتعلم كيف نكتب حرف الجيم في أول الكلمة ووسطها هيا حركوا أيديكم مع حركة القلم ج مرة ثانية ج تذكروا نقطة الجيم الجميلة أحسنتم أما حرف الجيم في آخر الكلمة فنكتبه هكذا هيا حركوا أيديكم معي ج هيا حاولوا مرة ثانية ج أحسنتم والآن لنرى مقاطع الجيم مع حروف المت ج مع آ تصبح ج مثل زجاج ج مع و تصبح ج مثل عجوز ج مع ي تصبح ج ج مثل جير والآن أحبائي لنقرأ معا ج ج ج ج هيا كرروا معي ج ج ج ج ج ج ج أحسنتم ج والآن لنكتب هذه المقاطعة بخط جميلا في تفاترنا ج هي ج في أول الكلمة تلتصق بألف ممدودة أو ألف مقصورة ج ج ج أما ج فهي جيم في أول الكلمة تلتصق بوا ج ج أحسنتم أحسنتم و ج ج هي ج ج في أول الكلمة تلتصق بياء في وسط الكلمة أو ياء في آخر الكلمة ج ج ج أحسنتم سنتم وأما حرف الجيم مع الحركات فهو ج ج مثل نجم ج ج مثل جمال ج مثل جمال جبن ج مثل جدار هيا كرروا معي ج ج ج ج ج ج ج أحسنتم والآن أحبائي لنحلل هذه الكلمات إلى مقاطع نبدأ بكلمة جبن وهنا أذكركم أحبتي أننا نقرأ الحرف الساكن مع الحرف المتحرك الذي قبله مقطعا واحدا عند التحليل والتركيب فمثلا كلمة جبن فيها باء ساكنة فنجعل الباء الساكنة مع الجيم المتحركة التي قبلها مقطعا واحدا فعند تحليل كلمة جبن نحللها إلى مقطعين جب ن أما كلمة زجاج فتصبح عند التحليل ز جا ج والآن أيها الأذكياء لنركب هذه المقاطع ونقرأ الكلمة ج ج ن د جنود أحسنتم حسنا أيها الأذكياء لنركب هذه المقاطع أيضا ونقرأ الكلمة ج ما لو جمال أحسنتم والآن يا أحبابي لنقرأ معا رسمت جود جدارا جميلا انظروا إليها جيدا وحاولوا قراءتها مرارا ثم اكتبوها في دفتر الإملاء دون النظر إليها أحسنتم أنتم فعلا رائعون والآن يا أحبابي سأروي لكم قصة قصيرة وأنتم ستبحثون عن حرف الجيم في هذه القصة هل أنتم مستعدون؟ لنبدأ زار جميل مزرعة جده فوجد جملا له أرجل طويلة ودجاجة تجلس على البيض وكان جده يجمع من المزرعة الجزرة والجرجير والفجل هل وجدتم حرف الجيم؟ بالطبع فأنتم أذكياء أنا وجدته أيضا ها هو في كلمتي جميل وكلمتي جده وكلمتي جملا وكلمتي أرجل وكلمتي دجاجة وكلمتي تجلس كما وجدته أيضا في كلمتي جده وكلمتي يجمع وكلمتي الجزر وكلمتي الجرجير وكلمتي الفجل أحسنتم أيها الأذكياء والآن يا أحبابي قبل أن أودعكم لنتذكر معا ما تعلمناه معا لقد تعرفنا على اسم حرف الجيم وصوت حرف الجيم وشكله وتعرفنا على أشكال مقاطع حرف الجيم مع حروف المد وطريقة كتابتها وتعرفنا أيضا على مقاطع حرف الجيم القصيرة جا جو جي وكيفية تحليل وتركيب بعض الكلمات بالإضافة إلى كتابة بعض الكلمات غيبا والآن يا أحبابي إلى اللقاء في درس جديد وحرف جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر